السلام عليكم تحشد القوات الروسية جهود العسكرية للتقدم صوب منطقة دونيسكا التي لم يتبقى منها سوى 45% تحت سيطرة القوات الأوكرانية بحسب تقارير ميدانية هذا الزحف الروسي دفع المسؤولين الأوكرانيين في المنطقة إلى دعوة المدنيين إلى الإخلاء الفوري هربا من الضربات الجوية المكثفة للقوات الروسية من جهة والقوات الميدانية من جهة أخرى بسياسة الأرض المحروقة تتجه أعين القوات الروسية صوب منطقة دونيسك في إقليم دونباس شرقية أوكرانيا بعد سيطرتها على آخر المعاقل التابعة لمنطقة لوغانسك المجاورة في الرابع عشر من شهر الفائت وصف الرئيس الأوكراني المعارك الدائرة في إقليم دونباس بالتاريخية والأكثر ضراوة في أوروبا وذلك غدا تطرد القوات الروسية والقوات الموالية لها ما تبقى من قوات أوكرانية وسط مدينة سيفري دونيتسك وقطعها إمدادات حيوية مرت الأيام وجاء الثاني من يوليو أعلنت القوات الروسية والأخرى الموالية لها السيطرة الكاملة على بلدة توشكيفكا الواقعة على خط الجبهة في دونباس وذلك بعد قصف جوي استهدف ثلاثة جسور تربط المدينة بجراتها التي عزلت بشكل أكبر عن بقية الأراضي الخضيعة لسيطرة كييف استمرت أصوات المدافع تعل هناك قبل أن يعلن الجيش الأوكراني في الثالث من يوليو انسحاب ما تبقى من جنوده من مدينة ليسيتشيانسك المدينة الرئيسية في الشرق الأوكرانية وأعلنت موسكو في ذات الوقت سيطرتها بالكامل على منطقة لوغانسك الاستراتيجية رغم التقدم البطيء الذي رافق عملياتها العسكرية في الأسابيع الماضية في الخامس من يوليو فجر رئيس الإدارة المدنية المؤقتة لمنطقة خاركوف مفاجأة حينما أعلن أن الحكومة وسكان المنطقة على استعداد للانضمام إلى روسيا وأكد أن نحو 20% من أراضي خاركوف باتت تحت سيطرة القوات الروسية وضمن آخر المعاقل الاستراتيجية المتبقية في إقليم دونباس لا تزال القوات الروسية تحشد عتادها وجنودها للزحف باتجاه منطقة دونيتشك بالتزامن مع استمرار القصف على مواقع حيوية في وقت تقول أوكرانيا إنها ما تزال تسيطر على نحو 45% من هذه المدينة هذا وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على نحو 20% من منطقة خاركوف الواقعة شرقية أوكرانيا وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة وهذا التقدم يأتي وسط حشد عسكري روسي غير مسبوك للزحف صوب منطقة دونيتشك التي تتطلع موسكو للاستحواذ عليها ودفعت هذه الجهود العسكرية المزيدة من السكان إلى الفرار من المدينة خشية الاستدافة نفت وزارة الخارجية الروسية التقارير التي تتحدث عن احتجاز سفنة شحن روسية في مناعي خارسو التركي للاشتباه في نقلها حبوباً اوكرانيا مصروقة نفتوقع نصف على مناعي لتجاربات من الموضوعية التي تتحدث عن seventh باريس التقارير الزمانية بانتظار ما في قراء الرئيسات العسكرية التقارير والمقادرية التقارير والتجاريش التقارير التقارير في التقارير نصد تويج المحاول للفترنت البركاتور di تقارير وقالت روسيا بشأن طموحات الناتو لضم فنلندا والسويد إن لديها خطة لضمان أمن روسيا المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف كشف أن وزارة الدفاع هي التي تتكفل بدراسة الخيارات كما ذكر بتعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تقييم انضمام الدولتين للحلف وفيما يخص موقف الصين بشأن استراتيجية الناتو الجديدة قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الحلف له تاريخ في الصراعات والحروب كما أنه تهديد للأمن والسلام العالميين يأتي ذلك بعد أن أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إيانس ستلتنبرغ أنه لا يوجد ما يبرر القلق من توسع الناتو بضم فنلندا والسويد ستلتنبرغ دفع عن توسع الحلف شمالا واعتبر أن ذلك سيمنع الصدام وسيحافظ على السلام والطريقة إليه هي بعضوية البلدين الشماليين كما تحدث ستلتنبرغ عن أهمية الحلف في ضمان الدفاع الجماعي ضد أي هجوم خارجي منذ أعلان فنلندا والسويد رغبتهما بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي زاد التوتر بين روسيا والناتو وهو ما عكسته لغة التهديد بشأن إرساء قواعد عسكرية من الطرفين مع إبداء فنلندا والسويد رغبتهما في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي رد رئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف مايو العمل جاري على هذه الطموحات بالقول أن عضوية البلدين لا تهدد موسكو لكنها ستكون مستعدة للرد إذا شكل الناتو بون تحتية عسكرية في البلدين بعد نحو أسبوع على هذه التصريحات وزارة الدفاع الروسية ترفع درجة استعدادها لحماية الحدود ليعلن وزير الدفاع سيرجي شويغو أواخير مايو عن عزم بلاده إنشاء 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب روسيا مع إرساء وحدات في المنطقة العسكرية غربا من جانبه حلف شمال الأطلسي أطلق نقاشات داخلية شهر يونيو لإشأن الحاجة لدفاعات دائمة على الجبهة الشرقية الأقرب لروسيا لتوفر دعما فوريا لتلك الدول دون انتظار قدوم القوات من الغرب والمقترح كان تشكيل قواعد عسكرية دائمة في البلديق وبعد توقيع السويد وفنلندا رسميا على بروتوكول الانضمام للناتو بداية يوليو أعلن الحلف أنه لا يعتزم إرسال قوات عسكرية إلى السويد وفنلندا وتل ذلك تهديدا من موسكو بالرد العسكري حالة حصول ذلك فيما عادت الرئاسة الروسية للتأكيد بأن وزارة الدفاع ستكون مسؤولة على ضمان أمن البلاد الكريملين كشف في هذا السياق عن وجود خطة جاهزة للرد على الناتو وفي تعليقه على تطورات الأمنية قال نائب رئيس مجلس الأمن الرسلي ديمتري ميدفيدف إن محاولات الغرب معاقبة قوة نووية مثل روسيا على الحرب في أوكرانيا قد تعرض البشرية للخطر وصور ميدفيدف في الولايات المتحدة على أنها إمبراطورية سفكت الدماء في كافة أنحاء العالم مستشهدا بالهجمات النووية الأمريكية على اليابان وأضف أن محاولات استخدام المحاكم أو الهيئات القضائية للتحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا ستكون عقيمة وتهدد بحدوث دمار عالمي والمزيد تنضم إلينا من موسكو مفدة الشرق ديالة الخليلي ديالة بداية ما هي آخر التصريحات الروسية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا نعم صباح الخير عبد الرحمن تصريحات صدرت عن وزارة الدفاع الروسية التي اتهمت قوات كييف بأنها تقوم في المناطق التي حتى اللحظة تسيطر عليها القوات الأوكرانية فوزارة الدفاع الروسية اتهمت قوات كييف بأنها تستخدم المستشفيات في جمهورية دنياتك في مناطق متفرقة من الجمهورية لأن تتحسن هناك ومواقع لإطلاق النار وأيضا القناص وأيضا تهمتها بأنها تقوم في بعض المناطق بإلغام الطرق المؤدية إلى هذه المستشفيات ولا تخبر المدنيين المتواجدين هناك وهذا قد يسبب بسقوط ضحايا في حال يقترب المدنيون إلى هذه المناطق أيضا القصف الأوكراني متواصل وخاصة بعد تحرير قبل أيام من تحرير جمهورية لوغانسك بشكل كامل من قبل قوات لوغانسك والقوات الروسية القوات الأوكرانية كانت كثفت قصفها على مناطق متفرقة وخاصة على مدينة دنياتك والآن القصف متواصل قوات دنياتك تتحدث بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دنياتك بصواريخ من الصواريخ التي أرسلتها الناتو إليها القصف متواصل والعملية العسكرية متواصلة كنا تناولنا في سياق هذه النشرة خبر وتصريح لمدفيدف يحدر فيه من محاولة معاقبة روسيا ضمن أي سياق يمكن قراءة هذا التصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دنياتك مدفيدف يستخدم لغة حادة خاصة خلال الأشهر الأخيرة في رده على التصريحات الغربية وهنا هو يشير بأنه يعني ويؤكد بأن روسيا مرارا أكدت بأنها على رغم حصولها وامتلاكها لقوة نووية لكنها لا تستخدمها لأن هناك شروط معينة لاستخدام قوة نووية وروسيا لن تستخدمها وهو ذكر الولايات المتحدة التي تقف في أول الصفوف وتتهم روسيا بأنها قد تستخدم هذه الصواريخ النووية التي تمتلكها هو ذكر بأن الولايات المتحدة شنت حروبا كثيرة وهذه المناطق التي شنت فيها الولايات المتحدة حروبها بعيدة عن حدودها لكن هنا روسيا تقع على الحدود مع أوكرانيا وروسيا أكدت بأنها ستحمي أمنها وحدودها وهي يعني بعد ذلك لحماية دونباس ولحماية أمنها أيضا شنت هذه العملية لكن الولايات المتحدة كانت تقوم بحروب في مناطق متفرقة من بينها العراق ما أن العراق يعني يقع بشكل بعيد جدا عن الولايات المتحدة وهنا هو يحذر يعني لا يؤكد بأن الروسيا قد تستخدم قوة نووية بل يحذر بأن يعني كل هذه التصريحات والهجومات ويعني لا نعلم ماذا سيكون في المستقبل لكن يعني يحذر من أن التفاقم والتصعيد في الأزمة قد يهدد المسؤولية وهذا ما يؤكد عليه كافة المسؤولين الروس دائما في تصريحاتهم شكرا لك من موسكو موفدة الشرق ديالا الخليلي